فارقني وكنت غيره لا أرى والشوق في صدري يذيب الحجرة ما بال عيني لا تكف دمعها حين الوداع واللقاء تنطر في هذه الدنيا يعيش مفلساً من كان في مشه شبيه المصطرة لا بد ما يفشل ويبقى خائباً من يرتج الصفصاف ينتج ثمراً ناشدته ماذا وجدت عندهم أخبرني موعود أبقى جوهراً رغابة جرائد حتى ذا وعدوك قروك وخلصوا من عندك وشمروك جدم عكازة شايل بستقل وتراب التعبت وياهم أول مجتمع عيروك سيف برسمك ما تجرح شخوض بيك بس للشكل باقي حساب ما حسبوك بمدخل بيتهم موجود تنغر ليش عتب الدوس ما حصلوا واختاروك ومشيت قبالهم بيّنت ما مجبور مهتم بمشيتك ركض ما لحدوك وحي ربيش ترضفين هن خسران عجينة بشص إذا ما تنوكل ضبوك ثمراً وعدفلح تقنعني ما مجيوس إذا ما قاطعينك علقلك الضوك وحشاك من الخيانة حشاك من الخيانة تاهمك شذاب بس مشقوب ثوبك ليش من هالدوك يا شجرة نسب بزلم تشلبت بيك تنكر ياه منهم كلهم يخصوك بعد مو ما العشرة سوالفك بعدوك غلقت النور ما تنكض بدون قماش ما حد سلم منك اسأل تجربوك حظ ما عدي ربيتك بدون جناح من ريشك طلع وتمكنت رادوك شاذميتهم لو أدر غلطانين بس انت بسطحهم ما إجوا وصادوك منيدة وتنوخب شم حصل المنقاش مو حباً بشخصك مصرح احتاجوك وقتلك تنترك والوادم يملوك بشف عميان عكازة حرام وتصير من يشوفون أول سالفي شمروك وما خذت الحش من قتلك يعوفوك وعافوك وجيت تريد تتعذر الجانت قنعها عذارك تغير ما صير النذر وندكر بس بالضيج ترى الرأب وحكى رأب وكل شي ما يخسر من بعض الثقة حطها على بالك زين أنا مثل العمر موسى لا يتكرر موسيقى أحبتنا مشاهدين قناة هلأيام وبرنامج هل مهلهل اليوم نطلع عليكم بتجربة جديدة جميلة واسطية مع المبدع والحبيب كرار الناصري ألف تحية لحضرتك الله أعزك حبيبي أستاذ علي جدا سعيد بشوفتك الله يسهل وإن شاء الله نقدم حلقة تليق بمسامع المنصوري وبرنامج المهلهل الله يسهل الله يخليك شنو أخبارك خير عساكم خير الله أعزك وشلونها واسط والله واسط بقمة العطاء الحمد وبالذروة الشعرية حاليا للأمانة كل شفر حالين بواسط الله أعزك هاي الفترة طلعت أنها أسماء شابة ودماء شابة وهي هاي واسط اللي عرفناها غالبا ما دمها متحرك ما شاء الله الله أعزك اشتونها الحركة الشعرية داخل المحافظة والله قلت لك أستاذ علي الحركة الشعرية وخاصة بهذا الوقت محافظة واسط يعني بقمة العطاء بالذروة خاصة وأنه أكون من متكفلة بهاي الأماسي اللي هو زيت خلف تحياتنا إليه والله إذا تسمح لي شوية العفو تفضل زيت خلف رجل متفضل نعم مو فقط على واسط متفضل على الكثيرين ومنهم آنة شخصية شكرا الله لفخير رجل يعني من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق أحسن رجل متفضل وشكراً إليه جاي ناخذ من وقته ومن تعبه أيضاً من وقت راحته على مودي طلعنا بهذه الصورة الجميلة قدام السيد المشاهد شكراً إليك لهذا الإنصاف أستاذ علي لا زيهدي استاهل طيب وحباب وخلوق ومبدع أيضاً الله أعزك شلون هم شعراء الكوت والله قلت لك جاينا جيل الحمد لله وشكر يعني جيل كلش حلو وأيضاً جيل راح يكمل المسيرة يحمل من الشاعرية والوعي الكم الهائل وإن شاء الله راح يردون الساحة الشعرية بالعراق بقصائد جميلة جداً أمين يا رب العالمين الله أعزك للأمانة أنا سماعت لك بيت هي القصيدة راح نبدأ بيه إن شاء الله وأنا كلش أحب به الله أعزك أنت ترثي الكبير المرحوم سمير صبيح نعم تقول اتراب ولايتك لن نجف راحه لن نجف راحه معروف النخل ما ينقل وحده الله أعزك ما شاء الله على هذا الجمال والنعم منك ما شاء الله على هذا الجمال أنت للأمانة يقولون الشاعر مصور نعم أنت شايف طريقة نقل النخل نعم شايف نعم يعني مو مسألة أنهم سؤل في لك إياها لا لا شايف نعم خلينا نبدأ بيها نبدأ بيها الرحمة والغفران لروح الكبير والهرم العراقي سمير صبيح ألف رحمة عن الروحة رحت وسمك عطر ما ينعبر حده يسمر والسمار بشعرك تبدأ الله تراب ولايتك لن نجف راح وياك معروف النخل ما ينقل وحده الله الله ما مستقر نعشك روج يردم روج شيء وسط النعش متمدد السد ما جاملت شجرة ولا مد احتفاص ولا كفرت ماي وغرقت ورده طبوا لك كثر شيء ضرب شيء صحبان ما جاملت شجرة ولا مد احتفاص ولا كثرت ماي وغرقت ورده طبوا لك كثر شيء ضرب شيء صحبان أو كل من طلع منك طين تبخد وقدتنا العمر بالشعر مو مقياس قضى الصفصاف عمره وثمر ما عده ومو شرط الدخيل ضيفه ونداريه الدخيل على الشعر يستاهل الطرده وقدتنا العمر بالشعر مو مقياس قضى الصفصاف عمره وثمر ما عده ومو شرط الدخيل ضيفه ونداريه الدخيل على الشعر يستاهل الطرده وقدتنا القلم للظلم و لو تخرس هاي نهنتبرها على الشعر فزد جوازك ما أمطلع و بالوطن ضليت و خيالك ما كواح السافر بقد كون اللي يرثي شخصك جوازك جوازك ما أمطلع و بالوطن ضليت و خيالك ما كواح السافر كون اللي يرثي شخصك حدي مثل السين ما يجامل سياسي وياكل بسد كون اللي يرث شخصك بالوطن مغرور ومن الصير ثورة واليدة بالهدى المهم عوف الشعر سولف لي جرحك وين ولو جرح الجبل يا أخي طلي شدة كلها تموت صفر الموت هنبيلون بس انت بسمارك من خذك عنده تراب ولايتك لن نجف راح وياك معروف النخل ما ينقل وحدي ما شاء الله عليك الله يعزك سلام ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك سولف لي شنو هو ثمرت لك هاي القصيدة والله طبعا بالبدأ للأمانة من كتبت هاي القصيدة ما تتفكر انه وراح توصلني هاي القصيدة جيد كان تفكير انه القصيدة تكون تليق بسمير صبيح ومنجس سمير صبيح الحمد لله وشكر توفقت القصيدة سمير صبيح وهو بقبرة صعدني كشاعر وهو واحد اللي ما التقيت بي للأسف تمام بس من مات سمير صبيح أنا سلطت علي الأضواء بفضل من خلال قصيدتي نعم من التعليقات الجميلة اللي جتلك والله كل شو هاي الساد علي يعني مثلا يعني مثلا التعليق ظل ببالك أكو شعراء من الكوت لا لا للأمانة من بقية المحافظات وأذكر أيضا شعر للبصرة نعم نشر منشور فأجانتاك من أحد الأصدقاء شفت المنشور قال أنا كتبت قصيدة على سمير صبيح وبعدني ما أكملها من سمعت قصيدة كرار ناصري كضيت القصيدة وشقيقته تستاهل الله يعزك تستاهل والله تستاهل التعليقات الجميلة اللي جتلك من الكوت والله الكوت يعني الكوت كلها حلوة يعني أثناء المهرجان أثناء المهرجان تحياتنا لشعراء الكوت شبابه والأجيال اللي سبقتنا أيضا يعني شاعر مهند العقيلة ألف تحيير ألف تحيير مهند العقيلة قام ودنق على يدرات يبوسها تصور الله تصور ايه يعني رجل شاعر كبير كبير وأكبر مني شعرا وسنة أكاديمي نعم 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 ولبسن استرتي تمام هي المفروض أنا أدنق على أيده وأبو سلين الرجل يعني بمقام الأذ أو العم تمام شكرا لأخلاقك بس هذا من الإثار شكرا لأخلاقك الله يعزه شكرا لأخلاقك ونعم منك شلون شون تتعامل ويا الشهرة حاليا والله مثل ما أنا مثل ما أنت مثل ما أنا أبد ما تغيرت أبد مثل ما أنا إذا تغير فتغير إن شاء الله للأفضل نعم تغير للأفضل لأن الحياة تعرف أستاذ علي اليوم يعلمك شي فتروح الباتر أنضج صح أي شون يعني لك النسيان النسيان والله أستاذ علي كل شي محفظ السلم علينا الحجة علينا سوا علينا فضل طانا جقارا خذلنا كل شي محفظ الله ما ننكر فضل ما ننسخذ لان وشم بقلبنا تبقى المواقف الله 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 اعط dej في أنت يا معاليد قلت لي آنى تسعة تس점 تسعة تسين ما منزوج الحمدله الحمدله ما منزوج مم س قولة والله لا تسلح الى شوية نوقف يا إمي أه نوقف شون الحمدله ما منزوج أنا أرى مشروع الزواج بالعراق مشروع يعني خطأ صدق والله بالظرف الحالي يعني بالوقت الحالي إن شاء الله ستتعدل الظروف يا رب وتعزمنا ثم لا تحتاجون العزيمة ثم معازيب لكن غير نعرف معازيب غير نعرف يعني تطيلنا خبر نحن نروح نقطب إن شاء الله يا الله أنتم ملواته الله يعزك إن شاء الله أكوب الحب كرامة والله أستاذ علي الكرامة هي الحياة يعني موجودة بكل مكان نعم لازم موجودة تعال اعتذر مني وأنا بريك تدرينا يا خي تربا تجاوي وكفو توصل للزعل ونمدلجفوف توصل للكرامة ونبتر الإيد الله 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 اللي ما يقدرها نعم جميل الله أعزك جميل من أعرف بك راح تجي تصور يوم المهلهل والله القريبين على الكرامة شون شان استقبالهم للحلقة والله كلش فرحة فرحانين أكيد جيد لأن برنامج المهلهل إذا تسمح لي عقب على سؤالك ستابع الله عزك أول ما تم لعنان عن برنامج المهلهل أنا حبيت بداخلي أن أكون ضيف هذا الشيء لسبب لسببين طبعا جيد أول شيء طبعا ما ننكر أهمية وننسى أهمية علي المنصوري اليوم كنجم أنا ممن النوع المداحة بالمناسبة ولا المجامل بس هذا للأنصاف والواقع الله يعزك علي المنصوري أستاذ سابقنا بالتجربة وإلى كل الحب والإحترام ونجم عراقي هذا منتهي منه بس المهلهل عيوان المهلهل أنا من عشاق الزير سالم الله أي يعني أبتشي دائما من أن أشوف حلقات من أسمع الموسيقى مرات أبتش أي ما حافظ الزير الزير يقول دع المقادير تجري في أعنتها ونم نوما قريرا هانئ البالي فما بين غفلة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال إلى حال الله الله شنو تنتظر انتظر اي ما ننتظر شيء استاذ علي ها نعم ما أباد أباد صديق والله والله تخلص اليوم الله كريم الباشر ها مساعدوك والله استاذ علي احنا كنا هم مدى وجفوفهم وكنا نتخيلها مساعدة ولكن مو كل شف يقودك نيتعوني وياك شوفوا القادة الفانوس محتاجة الله شانوا على مصلحة نعم الله 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 أهم مهرجان قرأت به والله كل المهرجانات اللي قرأت بيها فضل الله سبحانه وتعالى يعني تركت بصمة رغم أنا مقل بس أكيد هو مهرجان وثاء هو هذا أهم نعم 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 جيد هذا أهم لي ماذا علاقتك بشعراء المحافظات الأمانسي المهرجانات تشارك تروح كذا نعم نعم آخر أمسية كانت محاولة النجف جيد منتدى خواطر تحيات لهم جيد ألف تحية لهم أي وعلاقتي طيبة مع الجميع الحمد لله حلو 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 اليوم اليوم شلو يحتاج شاعر الشاب حتى يوصل للناس تأني تأني يحتاج يحتك أكثر يحتاج أنه يبني نفسه صح شلون يبني نفسه أنا أقول لك اليوم كل منصة تصعدها بمنطقتك أو بمحافظتك تنطيك درس المستقبل جميل أي تنطيك خطأ تتلافاه هل ما تسمع قصيتك الشعراء أكيد قريبين مني آه دائما نعم أنا أمن بحكم نعم ما خابه من استخار ولا ندمه من استشاء نعم هناك أمور تشوفها بس غيرك يعني تشوفها مزاوية وحدة برأيك أول شخص يفرح بنجاحاتك منه والدي صدق بالله أنا والدي يعني هي الحياة الله يحفظها الله أعزك ونعم ناخذ فاصل ناخذ أحبتنا يا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهله الفاصل وأنا عود إليك أحبتنا يا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهله العدنا وإياكم مع الممتع كرار الناصري أعزك الله أبو الأكبر الله يخليك صاحب علي الله أعزك سؤالي تراود بذهني و بذهني المشاهد نعم كرار الناصري لكن من الكوت نعم أنا ولاتي ناصرية جذوري ناصرية ألف تحية إليك الناصرية الله أعزك ولكن بهواء ونسيم سدت الكوت أصبحت شائرة الله أعزك كرار شونك الحبيبة الحبيبة والله ما أعرف شي جاوبك بس تحكيني بطلاقة لحثم من نحكيك وأنا الرمش رمح قدام عدواني ما حبيت نخلة تنصعت كل ساعة أريد لتستقر بس على ذرعاني أوف لا يا الله أريد لتستقر بس على ذرعاني مع الأسف آخر قصيدة جديدة كتبتها يمتى والله يصالها تقريبا يعني عشرين يوم كبلت أو شهر هي كاملة تمام و كنت بذهن قتال القصيدة لازم يراد لها مكان مناسب إلي بريك نقدر نقرأها نقدر يالله هو مكان هذا يالله الله عزك صاد علم قول شمح لات هيام الصبع خلينا سولف ع الصبع وش سو عشقك بي شمح لات هيام الصبع خلينا سولف ع الصبع وش سو عشقك بي بشارعنا من قاله وتمر فارفح الشوق البو الصدر والريح أضمت ري الله وببابنا رح تنتظر بل كلا تطلع تشتري وعيونك تصد لي تنتشرد من المدرسة بل شة مدرستكم من وقت تحم تحي اليومية وخليت على نبدأ نرسب ذلك بالحصة كان آخر درس موجودة الإسلامية الله يا لذة سنين العمور الله الله بالحصة كان آخر درس موجودة الإسلامية يا لذة سنين العمر يا حسرة النخفية أذكر قبل أذكر قبل طب المعلم للدرس ما تصير من تكبر سأل وافتر عليها الشعب ولما الوصل يم السرى أستاذ قلت له بلاخجل ما ريد طب وهندسة أتمنى صير بقلبه واستاذ يذنك وابتسه قل لا لي وليدي العشق تخسر أكيد بحربه من تكبر وما يصير لك هنا تعيش الغربة أو فعلا عشتها الغربة رح تسأل أحوالك شنو قل له لوسط الجامعة كل يوم ملبوسة شكله والورد يحجب عطرة وبالتالي أنا اللي خسرت ليها السباق برحلته يا أستاذ اسم سوى عقد لا فارقة ولا عبرة بس هو هنبيا الخلب أستاذ نسولف عليه ما أخذت مننا العبرة من شننا أحنا صغار نكبر حلمنا لو ندر بيها فراك شا ما كبر الله الله أعزه من شننا أحنا صغار نكبر حلمنا لو ندر بيها فراك شا ما كبر أي من الله صحيح أي من الله صحيح أنت مالي تسعة وتسعين وأكو جريح وكذا وخيانة نعم العمر رقم أستاذ علي تجارب هي العمر هي المخياس أكو تجارب أكو تجارب والله أكيد هذا يقول يقول حشاك أي من الخيانة أتاهمك شذاب أي بس مشقوك ثوبك ليش من هدوك الله ثم روعد فلح تقنعني ما مجيوس الله إذا ما قاطعينك علق الكظوك كظوك الله مو صحيح يعني هو يكون خيانات وكذا ويجي شا سأل إن شاء الله ما تمر بخيانة بعد الله أعزك أستاذ علي أهنيك على القصيدة الجديدة ونعم منك حدوة وروح لك بطل حدوة شارة الله أعزك ونعم منك كرار تسولي على الحركة الشعرية اليوم ماذا تحس بيها بشكل عام يعني لو تقصد على محافظة واسطة لا لا أنا صالف بشكل عام والله لكل مقام المقال أستاذ علي جيد كل شيء إلى شرايته بصورة عامة بصورة عامة بصورة عامة شون يشوف الشعر والله أكو سلبيات وأكو إيجابيات النقاط الأكبر منه إن شاء الله الإيجابيات إن شاء الله الإيجابيات تواجدكم إن شاء الله الله أعزك بس أنا لأمانة أشوف الحركة إيجابية مية بالمية تعرف ليش؟ نعم أكو دماء جديدة وروح بالقصيدة روح جديدة الحمد لله صح هاي الروح الجديدة تنطيك فتشي نحو الأحسن أحسنت صح تتفق معك صح أريد نسمع بعض قصيدة أسمع بعض قول بعدما تركني على قارعة الطريق وذهب عاد وبعد فترة من الزمن ليقول لي فنعت كما كنا فخاطبته قائلا رفجة ناه بتوتر منمشو ياك عاشرتك لهي تبضل لك انت تكون المن جاينو شنها الصلافة البيك بملابس قاضجية الفاتحة مسجون الله أوه قبل لا تحكي المن جاينو شنها الصلافة البيك بملابس قاضجية الفاتحة مسجون أوه قبل لا تحكي سلم السلام ودا واجب عالجنازة الوادمي سلمون يشوقك ما يزمزم سمع نسمع بيه لا شايف لجاره لا ضقت العيون يشوقك ما يزمزم سمع نسمع بيه لا شايف لجاره لا ضقت العيون ما يستوعبك كون على ثوبة عيب بس احشيله على الحب ويفهم المجنون نعم اب لا ماي الوجه عاش البلم على الماي فضل يركب ما مات بس مهيون اسلاحك ما يوجهك من يطيح الطيح وبالذلة تصوب ترد بحقر لون الدافن بيدغال البذرة تعصى عليك كل ما راد يدفن يوجع المدفور ما ردني لدربك لو صراطي يصير رغبتك ما حويتك سلعين مديون ورد ارجع وقل لك صلف جيتك هاي الملابس قاضجية الفاتحة مسجوم الله يا كرام الله يعزك الله شكرا لهذا الشعر فديو اروح لك شكرا جزيلا الله يعزك كم محافظة قاربية تقريبا خمسة جيد شون كان حضورك بيهن الحمد لله بكله الموفق اهه اي الحمد لله اه اغلب الابيات اللي اللي تسمحها للناس اه لحضرتك اغلب الابيات اي يعني شون ما يعني ابيات واصلة اليك واصلة والله هي اخواي واصلة من ضمنهن يعني توصل للزعل ونمدل تشفوف توصل للكرام ونبتر اليد هذا اللي قرينا قبل اهه اي نعم زين كرام تتكثر بتزعل الله شون ما زعل هزعل والدلع والدلل كلهن سرق والله هذا اللي قثر الزعل تلقى حنين هذا اللي قثر الزعل تلقى حنين ليش مستكثر عليه تصالح بيتي اظلم جيتك تترسني نور انا ميت وانت سورة فاطحة اي بالله انت بس مربية ما اريد اعتذار قبل لا تحكي لها قل لك طايح طال هالمرة الزعل صابتنا عين احنا ما نتحكي من البارح اوف طال هالمرة الزعل صابتنا عين احنا ما نتحكي من البارح الله يا كرر الله كرر مهرجان او محافظة تتمنى تقرأ به شاعر تتمنى اي والله كل محافظات يعني كل محافظة تحترم الأدب وتقدر الأدب وتقدر الشاعر فأكيد يعني مفر سعيد اكون سعيد انه اقرأ به كل المحافظات بدون استثناء اه بدون اي محافظة تقدر الشعر وشعره تمام فأكيد انا احتز واتشرف انه اقرأ به جيد نعم جيد اليوم حتى تكون القصيدة ناجحة ايه او حتى توصل القصيدة توصل القصيدة حتى توصل القصيدة شنو يحتاج لها صدق لا يعني اقصد بس كتابة القصيدة لو يحتاج عندك علاقة مصمم وتتسوي لها ترويج وتخابر فلان وعنوان يوتيوب وكذا هذا المهمات له غير مهمات لا مهماته الدليل يعني انا انا ما اتشاط عدي علاقات من وصلة قصائدي انا قاعد بالبيت وصلة اها اي نعم يعني العفو حضر رحت القيت اللي علي قرأت قصيدتي تمام والناس داولتها ما رسلت فلان او شخص او كذا قلت لي صمم لي او سويلي او كذا او دعيلي بمحافظة يعني هاي الامور دا ممتوبة منو يعني اللي نصحك دائما يعني لازم نسويهيج لازم نسويهيج انا صالف من ناحية شعر من ناحية شعر اي يعني اكو اصدقاء عندك مطالبين كشاعر قصدك لو فقط حضرتك انت يعني لا اكيد قلت لك انا قبل شوية قلت لك لا اجلنا سؤالنا على انه انت من السمع لا لا انا يقل لك مثلا بالتصرفات يا با تحتاجهيج تحتاجهيج تسوي كذا تسوي كذا والله قلت لك الكامل كعبي الشاعر كامل كعبي تحياتنا عليك ها الف تحييل له نعم انه غالبا ما تسأله اكيد انه قريب عليه كلش وايضا مو يعني بعيدا عن وسط الشعري اخوي يعني اعتبر اخوي تشبير سيد فالح الموسى تسوي الف تحييل اي هذا الرجل يعني انا جدا استفاد من عدة الف تحييل هذا الرجل انت شنو شغلك انا طالب سادس علمي يعني السنة رجعت خارج اه جيد يعني هزا ان شاء الله ما عندي عمل معين انا هاين امتحانات ان شاء الله يا الله شنو اللي امنياتك تكون بمن يعني بالدراسة والله بعد خلنا طلع السادس والله كريم وقلت لك انا قبل شوية السادس ليه السباق برحلته ويا السادس مسوا عقد لا فارقة ولا عبرة لا ان شاء الله تعوره اجدعو هذا اليأس ليش هذا اليأس بسببه صريق والله اي يا اخي مشكلة كل رجل عنده قصة يعني تهدم الحيل للأمانة للأمانة برأيك هذا الي تقوله بسببه اي ما يجي واحد يعوض عن مكانه تمني تمني جائز ما جربت لا مشكلة اي تنمو تجرب وانما هو يقول يقول شبيدتش علي بعد شبيدتش علي بعد هذا عن من الممكن شخص يعوض مكان شخص اخر نعم يقول شبيدتش علي بعد قتيلي ما نجمع اي بس هات حاتيهن غير اش قد صادفت ويصيرا وانسحب ما لي نفس بيهن الله الله المشكلة بالنفس بالنفس النفسية ما تقبل صحيح صحيح كرار اليوم اليوم اهم شغلة للشاعر هي يعني تقريبا اسهل طريقة للوصول لشاعر هي القصيدة لو ممكن يوصل دارمي ممكن توصل لابوذية لو الا تكون مختص بنوع معين لا هي ممكن ممكن انه يوصل بالدارمي او الابوذية بس هو مقياس الشاعر الحقيقي هو القصيدة السابعة لو انت سيد العارفين بهذا المجال القصيدة هي مقياس الشاعر ومعيار الشاعر يعني انا دارمي مثلا صدر وعجز تمام يطلع عنده دارمي حلو وابوذية حلو وجوزة خدمك نعم نعم بس انت لازم يكون قلت لك معيار الشاعر الحقيقي هو قصيدته برأيك يعني حسب استقراءك انت شخصيا شنو الفرق بين كرار الناصري قبل المهلهل وبعد المهلهل والله قلت لك كل تجربة كل تجربة تنطيق درس تتعلم منه جيد اكيد اليوم برنامج المهلهل برنامج مهم الاحتكاك بحضرتك ايضا يضيف للشاعر كل شاعر اليوم يحتك بشخص سبق بالتجربة شخص اللي تجربة بالوسط مهمة فحكيت راح يتعلم انا منه اللي يتعلم اطلب العلم من المهدي الى اللحة حسنت ناخد فاصل راحتك يالله ناخد فاصل احبتنا مشاهدين قناة الايام فاصل ونعود اليك احبتنا مشاهدين قناة الايام وبرنامج المهلهل عندنا وياكم مع الحبيب الواسطي الجميل كرار ناصري عزك الله استاذ علي حبيبي وبرنامج ان شاء الله ما تعبت بشوفتكم راح التعب الله يعزك ان شاء الله من نعم منك شقد الطريق من الكوت لبغداد والله تقريبا ساعتين ساعتين اي ساعتين الطريق متعب بس ختمناها بشوفتكم اكيد راحة الله يعزك ان شاء الله الله يخليك الطريق بعد طويل لو وصلت المرحلة خلتك ترساح لا اكيد بعدنا ان شاء الله بعدك انت من توقف معنات انت هنا استسلمت انت معت استسلم لا امن ان لو عليا استسلم ابدا صدق والله والله عنيد انت عنيد اي بالامور اللي تحتاج انه عاند بها عاند الله اي حتى لو قلبك يريد فلان شغله وتتريد تعاند اي لا 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 ودائما يعني حتى الاشياء اللي تخوفني اتعنالها جميل اي جميل كرار رد ناخد قصيدك هذا البارث الأخير نعم قول لي اليضم اليضم دمعة قبال ناسه ويبتش قدام المرايج روح ناس الشجرة ده موسم ربيع وقامت تشمر وركها العلة فاس بالله صحيح الخذول فقبال عينه يروح للكافور يشتم يشتبه حسبال ياس الله انت بعيوني قصيدة وغيرك بعيني جناس ما اجيتك مو بكي فيه اولاني امشي على المزاج العوز جن ولي ادعمي جقام ينهي على الزواج آف آخ يا دائل مفارق وين احصل لك علاج شنت عالشبات شواقف من خذوك او شفت شفت شقودوه وانا باوع شن طفل ويعاي نهلة طلعوا الدربة الزيارة وماخذوه الله وطحت ميت شنت عالشبات شواقف من خذوك وشفت شفت شقودوه وانا باوع شن طفل ويعاي نهلة طلعوا الدربة الزيارة وما اخذوه وطحت ميت غسلوني وحيل تعبوه رغم ما عندي جرح يمهم نزف خلصوا ما ينمغيسل رادوا يزيحون دمعه ولا نزاحه ولا نشف الله والمصيبة الروعة الشبات بلت والنعش طب والنجف وما ألو ما لعب الروحه وعافه ما ألو ما لعب الروحه وعافه دمعة الغرقان محت شافه يا بالله صحيح وما ألو ما لعب الروحه وعافه دمعة الغرقان محت شافه تخيلت كل المصايب المشيتي والفرح ما تاني جيته تخيلت ذاك الفقير اللي يفز منه وما الصبح وينادي أمه النوب يتذكرها ميت والمصيبة 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 الناس قالوا متخلف جاهل وما عنده ذوق وهالحجل ما عاجبك شيف لازم قلم بيده وعالمباني وعالجسور وفوق حيطان المدارس راسمك قالوا تخرب المعالم والمصيبة الناس قالوا متخلف جاهل وما عنده ذوق وهالحجل ما عاجبك كيف لازم قلم بيده وع المباني وع الجسور وفوق حيطان المدارس راسمك قاله وتخرب المعالم هو يا معلم العدة يضاهي كسرة حاجبك والله ما اك racist مه هانا مش هيفه بس اكيد ما انكم اعلم يضاهي كسرة حاجبك الله يعزك سبحان Umili هو شنون قاله وعني متخلث الناس قاله ومتخلف جاهل ومع عنده ذوق وهل حشي لمعاجبك كيف لازم قلم بيده وع المباني وع الجسور وفوق حيطان المدارس راسمج قاله وتخرب المعالم هو يا معلم اللي عندنا يا ظاهي كسرت حاجمج تستاهل والله والله يعزك والله تستاهل والله تستاهل والله تستاهل اليوم مدى أعجاب الجمهور بالشاعر من خلال قصيدة فقط لو من خلال ملابسة ممكن لا أكيد المظهر إلا دور أشقال دورة من عشرة من عشرة قلت أربعة من عشرة أو ثلاثة ثلاثة من عشرة ثلاثة والقصيدة شكت هي بعد الباقي سبعة من عشرة يعني ما للقاء ما العلاقة للقاء للقاء جزء من القصيدة بس لا هي القصيدة لا هي عمود الشعر ما العلاقة كاذا مسماعي القاطع رحمة الله على روحه تمام رجل القاءة شان يعني مو ذاك للقاء صح صح عوفك جسم القصادة اللي وصلتنا من من زير سالم مثلا شفناها مسجلة بالقاء الزير بس منطينا 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 القائي موت منطينا قراري موت سلوهم حداد صح صح يساعدها يساعد بانتشار القصيدة اكيد اكيد زين وسامة الشخص يعني ذا مثلك حلو اكيد توصل القصيدة يا نصلى على نبيك صلى على نبيك اللهم صلى على الله خشف هذا والله ما ادري ما ادري بس احنا ما نحسد إن شاء الله لا احنا همان نحسد لا لا هو احنا همان نحسد تدري ليش؟ ليش؟ لأنه هذا يعني خلينا نقول ليحسد فد آلة معينة يعرف بك جاي جامل فما ياخذ علم لا لا مو مجامل ايه مثل ما اقلك وصلنا الختام الحلقة انا بالبدأ دقيق خلينا عاقب على موضوع قلت لك انا مو من النوع المجامل ولا من النوع المداح اكو بعض صديقي صديقي تسمح لي تسمح لي فضل عفو احسير واحد حدثي في شو ايه مرونة مجائق لك انا لا مجائق يعني اكو بعض انا رتكمل انت ما خليت نكمل جيد بعض الاحيان نحتاج المجامل بشغلات بس ما على حساب الحقيقة طبعا ايه طبعا انا منقلك حلو ما جاي جاملك الله 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 اذا انت خيره خيار ايه في اي محافظة تكون غير الكوت غير الكوت ايه مع ذكر السبب طبعا يعني ناصرية ليش لين جذور انا قلت لك فاتش تمام بس ما فارق الكوتانة لا لا انا قلت لك نفرض فرض ايه نفرض فرض ما العلم كل محافظات العراق الها كل الحب والاحترام طبعا كل محافظة و الها ميزة خاصة طبعا الها الها فد صفة تمتاز بيها مثلا البصرة تمتاز بالكرم الملوحة الله يسألك لا انا رحت للبصرة و شفتهم رحت مرتين تمام و الولد يدرون لا العفو الله اعزك يدرون مسالفة يشهد الله النجف كذلك يعني محافظتين نعم الله الكرم و كل محافظة العراق اكيد تمتاز بالكرم الشجاعة و الغير انا رح اذكر لك اشياء انت اعرف لي اهم اوكي سيد راضي الموسوي الله سيد راضي الموسوي البيهن شن تقودك و اعمر الشمات بيهن قمتك اتخاصرتي و اتعبدك ياهن تجيب الروح يمك و ذلهن عيون من الطيح ما دن قلها الله بغداد الله ما عرف لا يعرف شتعرف بغداد يعني تقول شي عن بغداد علق في الشي عن بغداد بغداد مهند السيد هاشم شاعرنا الكبير يقول يقول ترى بغداد امنه ايه و شحلة من بغداد كل احنا ولدها و هي بالتبيوت الله الله مرات الشي الحلو تحتار بوصفه بالله انا جدا اتفق مع هذا الكلام يعني انت سيقيت لبغداد ظلا يصافن انا ايه لانه كمية الجمال اكبر من كمية الحديد احسنت يعني هنانا الصمت في حرم الجمال المنصة فروسية اه ايه يقولون تعتمروا حق خيال يقولون هذا خيال المنصة ايه انت تخاف من المنصة بشكل عام ايه لازم تخاف منها على ما تستعد لها صح عفية ايه ايه اكثر مرة خوفت على المنصة قلت لك كل كل مهرجان سيمير صبيح خوفت على المنصة كنت كلش خايف صديق والله والله قبل لاسعد المنصة بس اديت صح الحمد لله يوم هو لازم تأدي صح قلت لك انا اخافا على مودي استعد صح جيد منتدى خواطر الله منتدى خواطر يعني لوحة شعرية لوحة شعرية ألف تحية للجميع ألف تحية اختملنا مثل ما تحل قصيدة قصيدة لوحة مثل ما تحل يا حقي وحصتي يلتشنت قمره وصيت بعين الصدم كحلة شمالك انحطيت حنيتك قبل حسبالي تمطمراد يكون ادريك حايت ملها ما حنيت الله اهوى يحقوقك من تضيع ما ننعاب ملش الموت كلنا مطلبة دوست بيت أنا نايم بقبري هوى يحقوقك ومن تضيع ما ننعاب الله ملش الموت كلنا مطلبة دوست بيت أنا نايم بقبر وفوقي تل تراب وغيما تشته من الرحت وضليت من شفك طحت بس لجفوف هوى علي تزاحما شي من طحت شكلية الله من يوم اللي شفت بيك البراء تزول ما تصبروا وداعتك حسيت أنا نبتة بجبل ما ركد يم الماي لأن عالي صرت مو ناصو وتعليت مستقبل حياتي مجازفة من وياك امتحان آخر سنة واذكرتك وحنيت وكان أول سؤال الوطن وين يصير ورسمت عيونك على الورقة من حليت بس نعمل مصحب طلع عاشق ناجح قال لي بس شورتك حبيت الله 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 وصلنا لختام الحلقة الله عزك آخر كلمة تقولها الكامرتك كامرتك والله إن شاء الله أتمنى أنه قدمت حلقة مثل ما نوهت بالبداية تليق ب علي المصوري وبرنامج المهلهي لوجمهور الشعر الشعبي أيضا ما أنسى أنه أشكرك استاذ علي على هذه الدعوة اللطيفة أنا بالبداية فات نفت شيء يعني إذا تسمح لي تفضل من ذكرت أماسي قناة زيت خلاف أكو يعني خلف الكواليس رجل داعم كبير لهذه الأماسي من المجهود بدني من مواظب على اختيار يعني ساعدنا باختيار الشعراء اللي هو الأخ علي خابط المصور ألف تحية فألف تحية لو هو اليوم أرافقنا أيضا بالحلقة جزاء الله رفقير الجزاء فشكرا لك شكرا للكادر اللي تعبناهم يا نانا اليوم هواي نسيته هواي عدد على رأس شنت كلش فرحان وما حسيت بالوقت حبيبي والله حبيبي شكرا جزينا حبيبي وشرفتنا الله أعزك الله أعزك أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل وصلنا وياكم إلى ختام رحلة هذا اليوم مع القبطان الله أعزك كرار الناصري شكرا لكم وآسفين إذا تعبناكم في أمان الله شكرا لكم